لا رسومة جديدة والارتفاع في الخدمات العمومية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء توجه اقتصادي يعطي الأولوية للسياسات الاجتماعية هناك 35 دولار فائض على ما قدرته وزارة المالية واللي بنات عليه ميزانية التسيير والتجهيز واللي هو 50 دولار للبريل وعلى هذا لما من وضعوش ضرائب هذا شيء يعني عقلاني ومتوقع الجزائر دولة اجتماعية في تقاريرها كلها الدولية أنها دولة اجتماعية والدليل على ذلك أنها خصصت من هذه الميزانية هي ميزانية الانفاق السنوية لسنة 2019 ما يقدر بحوالي 21% هو في شكل تدعيم أو تحويلات اجتماعية وبالرغم من الأريحية المالية المتوقعة خلال سنة 2019 بالمقارنة بالسنوات الماضية إلى أن مشروع قانون المالية تم إعداده على أساس تقطير حذر للاقتصاد الكلي باعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط بخمسين دولارا للبرميل حالة ما إذا انخفضت هذه الأسعار الجزائر تبقى دائما عندها هامش المناورة وإعادة الميزانية في تشكيل نفقاتنا ومداخلنا ولهذا لما نوضعوها في أقل مبلغ ممكن جدا وهو تقديري بخمسين دولار ونحن نتكلم السعر الحقيقية بسببعين دولار معنته هناك فرق خمسة وعشرين دولار وهو هامش مناورة يقدر بحوالي ثلاثين إلى أربعين بالمئة وفي ظلية المتغيرات الاقتصادية الراهنة يبقى إنعاش إرادة الجزائر والتخفيف من حجم الأزمة المالية رهين الإصلاحات الاقتصادية الرامية للتحرر التدريجي من الاعتماد بشكل كلي عن الجباية البترولية ترجمة نانسي قنقر